هذا ودعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم المصريين بدولة الإمارات لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر احتفالا بتسجيل ثلاثة ألقاب بموسوعة جنس للأرقام القياسية ويضاء برج خليفة مساء الجمعة احتفالا بصندوق تحيا مصر ثلاثة أرقام قياسية بموسوعة جنس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم قوامها ألفي طن دواجن وأكبر قافلة مواد غدائية قوامها ثلاثمائة ألف صندوق مواد غدائية بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة